كل تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهل العظيم عبر شاشة قناة النادي الأهلي وكل منصاته الإعلامية نتجول سريعا في بعض قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعاقدة اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة هذه الجلسة التي أسها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بحثت العديد من الموضوعات وجاءت بعد حدث مهم شاهدته الحقيقة قاعدة فكري أبوزة بالنادي الأهلي متمثلة في منح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 الحقيقة للتأكيد على أهمية العمل داخل منظومة النادي الأهلي الإدارة مجلس الإدارة بعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة الفائتة أيضا وافق على المذكرة المقدمة بشأن إنشاء إدارة الجودة وكمان تغيير اسم قطاع أو إدارة شؤون العاملين لتصبح إدارة شؤون العاملين والتدريب طيب قبل هذه الجلسة زي ما قلت لحضراتكم كان في زيارة مهمة من الشركة الوطنية وبالتعاون مع شركة أوروبية اللي هي اليورو سيرت لمنح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001 وطبقا لهذه الشركة ومراقبيها فالنادي الأهلي هو أول نادي رياضي يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط النادي الأهلي ورغم الحقيقة أن عمليات التدقيق والمراجعة من قبل المراجعين الدوليين تمت فيه خلال شهر كان مستعد لأنه عادة مثل هذا النوع من الاعتمادات بتاخد فترة طويلة جدا والمؤسسات بتستعد لها لكن لأنه الأهلي الحقيقة منظومة شاردة الرقي والانضباط ودائم الحقيقة كل من يتعامل معه الإشادة بأسلوب الإدارة فيه ولأنه أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي في السنوات الثلاثة الأخيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب انتهج نهج مختلف يتعلق باتباع كل الطرق العلمية والمنهجية العلمية في إدارته والأخذ بأسباب التقدم وكمان الإدارة التنفيذية الحقيقة كانت حريصة على تطوير كل قطاعات العمل فيها والاستعانة بالأشخاص الأكفاء فبالتالي جاءت هذه الشهادة من قبل مراقبي الشركة بعد التدقيق والمراجعة لتؤكد المؤكد زي ما بنقول وتشيد بمنظومة الأهلي الإدارية ودادة بالنادي الأهلي الحقيقة قادره جماهريته والحقيقة أعضاءه وجماعيته العلمية الكبيرة جدا بطولاته الكبيرة في المجال الرياضي اسمه على المستوى العالمي بيلقي بمسئولية طبعا على مجلس إدارته أن يكون دائما على العهد وفي مقدمة الصفوف وفي الطليعة فيما يتعلق بالتطوير ويكون قاطرة الحقيقة ومثل وقدوة لكل الأندية ليس في مصر فقط ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فالحقيقة كان فيه النهاردة يوم حافل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لتسليم شهادة الأيزو 9001 وبالمناسبة هذه هي فقط البداية لأنه تم في ثلاث إدارات مهمين داخل النادي باقي الإدارات والعمل على الوصول لأيزو 2020 و2021 إن شاء الله بعد أن يتم ميكانة العمل والأخذ أيضا أو الوصول لفكرة الرقمنة والتكنولوجي اللي الأهلي حريص عليها هتكون إن شاء الله ما حدث هو بداية لاستكمال كل النجاحات ونظم الإدارة المتقدمة فإحنا بنحيي الحقيقة إدارة النادي الأهلي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه الخطوة في ظل كمان التطوير الكبير الحادث في كل مقار وفروع النادي الأهلي سواء في المقار الرئيسي في الجزيرة أو في فرع الشيخ زيد أو مدينة نصر وقريبا التجمع إن شاء الله في نقلة حضرية كبيرة جدا وطفرة إن شائية شاهدها أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى حالة الاستقرار واستمرار الفوز في القطاعات الرياضية المختلفة وفي المقدمة منها فريق كرة القدم وفريق كرة القدم وده عنوان الخبر أو القرار التاني بعد ما تم اعتماد الحقيقة البعثة التي ستسافر البعثة الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في دوري في كأس العالم للأندية الأبطال البعثة ستغادر القاهرة بمشاعة اليوم الجمعة المقبلة على متنطيرة خاصة سوف ترقس البعثة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومعه منسق النادي الأهلي لدى التحدي الدولي فيفا المهندس خالد مرتجي وأيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي بصفته المسؤول الأمني لدى الفيفا أيضا عن النادي الأهلي ودكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي لمتابعة الإجراءات الطبية والزميل الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام وإضافة إلى الأستاذ أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعقدات ونائبه أستاذ أشرف عمر والأستاذ حنان الزيني منسق قطاع الكرة أو مسؤولة تنخيص اللوايح لدى النادي الأهلي سوف يرافق البعث أيضا على نفقتهم الخاصة عضوي مجلس الإدارة السيد الأستاذ طريق أنديل والسيد أستاذ محمد الجرحي وبمناسبة حال السيد أستاذ طريق أنديل فهو مكلف من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بحضور اجتماعات التحاد الكرة في الأونة الأخيرة وتمثيل النادي الأهلي وعرض الرؤى والمقترحات الخاصة بالنادي الأهلي خصوصا أنه في الحقيقة كلام كثير يدور حولها هذه الأيام حول فكرة التطوير فكرة الحقيقة تحديث اللوايح الرعايات البث التلفزيوني مع الاتحاد ربطة الأدية كلها أمور مهمة جدا ارتأى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أن يكلف الأستاذ طريق أنديل بتمثيل النادي الأهلي وحضور هذه الجلسات والتعاون مع رؤساء الأندية بالطبع في إطار الروح الرياضية والودية التي تغلف العلاقة وأيضا مع اتحاد الكرة كل الأمنيات الطيبة للفريق الأول لكرة القدم إن شاء الله يلفوز غدا في المباراة المهمة في الدوري الممتاز والتوفيق بإذن الله في تمثيل مصر تمثيل مشرف كما عاهدنا النادي الأهلي في كلاس الأعالم الأندية التي تقام في الدوحة عندنا مكتش مهم إن شاء الله 4 فبراير وننتهز الفرصة أيضا هو بنهنئ الشعب المصري يوم 25 يناير ونهنئ الشرطة المصرية الحقيقة ورجالها الأوفياء القائمين على حفظ أمن وأمان هذا الوطن ودائما ندو الله أن يحفظ بلادنا العزيزة ودائما الأهلي أيضا في المقدمة برشور حضراتكم ترجمة نانسي قنقر